قبل ما بدأ الفيديو انا عاوزك تعرف حاجة بسيطة كده. اولا يعني الفيديو ده ان شاء الله هيعجبك. ثانيا يعني انا بقيت بنزلكم على طول اهو. فانا عايز بقى اشوف الدعم بتاعكم. انتم كل شيء بتقولين نزل لنا يا عم نزل لنا يا عم. وانا خلاص بقيت بنزلك شبا ما انت عايز اواتي يا صديقي. فلي ما بتعملش بقى لايكوات وبتشترك والكلام ده. على فكرة يعني احنا عربنا قوي على الاتنين مليون. وانا بقى مش عالف انت بتشتركش بقى صديقي. بس ما علينا يعني. المهم. الفيديو ده ان شاء الله لو وصل عشرين الف لايك في اول يوم. فانا هنزل لك باذن الله تلات فيديوهات في الاسبوع. فلو انت عايز فيديوهات باستمرار على القناة هنا. حط اللايك بتاعك. واسمع الفيديو للاخر. وصلى النبي عليه وفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ ليني مع لطول. بيقول لك بقى صديقي في مملكة برند العظيمة. كان اسطير العالم متجمعين في مكان واحد. علشان يشوفوا مهمة الانقاذ اللي احصل عليها احد الاسطير. وعلى عكس المتوقع. بتظهر مهمة انقاذ عالم من الرتبة اس. وطبعا الرتبة ديها هي اعلى الرتب. المسؤولة بقى عن المهمة ديها هي وصورة الشفاء رستا. الكل بعدها بقى بيحييها علشان حصلت على المهمة دي. والبنت بتشكرهم على ثقاتهم الغالية. بتوعيدهم بعدها وبتقول مما تقلقوش هنقذ العالم ده من الدمار. الكل طبعا بيفرح بيها وبيحييها على ثقاتها. واحاجة اخر حلاوة. بس بقى صديقي البنت اول لما بتوصل للبيت. بتكون مشلولة حرفيا. علم ايه اللي من المستوى اس اللي انتم عاوزين ننقذه? العوالم من المستوى ده صعبة جدا ومستحيل اي حد يقدر ينقذها. ده حتى الناس اللي قدرت انها تنقذ مقاتل العوالم. لما بيسمعوا عن عالم رتبته اقل من المستوى اس. بيتهزوا كده وبيكونوا قلانين. ما بالك انا الغلبان اللي ما انقصتش غير خمس عوالم بس. عاوزين ننقذ ده ازاي? انتم اكيد بتهزروا. بتكون طبعا مشلولة من الوضع اللي ايه فيه. بس اتعمل ايه يعني? ما قدمهاش حل تاني. بتروح بقى على قائمة المرشحين اللي تقدر تستدعيهم العوالم الامنة علشان تقدر تختار واحد منهم يكون البطل بتاعها. ولكنها بتلاقي ان كلهم شبه بعض. وما فيش حد فيهم مميز خالص. طبعا البنت بتحس بالاحباط لان كده محكم عليها بالفشل. وما كانتش عارفة تعمل ايه? ولكن فجأة بتنزل ورقة كده على دماغها تجيبها الارض. ريستا بتدقى جدا واكن لما بتشوف الورقة بتتصدم. ايوة الراجل ده كل احصاياته عالية جدا ومهرته كتيرة بشكل مرعب. ده اللي انا عايزاه. بدون تفكير بتروح بقى زي الهبلة علشان تستدعي البطل بتاعها. وبتجاهز دائرة السحرية وبم بتجيبه. بيزهر قدامها بعدها شاب طويل وشكله قوي جدا. وكمان جميل. البنت بقى بترحب به وبتقول له اهلا بك يا عم البطل سيا. انا ريستا واسطورة الشفاء. جبتك هنا علشان تكون البطل اللي هيكون قادر على انقاذ العالم. فسيا بيقول لها انقذ علم مين? هو انا عرفك اصلا. ريستا بتتفاجئ من كلامه. ولكن بتفكر ان هو بيتكلم معها كده علشان مصدوم الوضع اللي هو فيه. فبتروح بعدها بقى تفاهمه الدنيا. وبتقول له ان فيه عالم في خطر. واحنا محتاجين شخص يساعده. وبصفاتها بقى اسطورة الشفاء. فهي طلبت مساعدته علشان ينقذ العالم ده. سيا بيقول لها وانت ما تروحش لوحدك ليه? انا مال اهل انا. ريستا بعدها بتقول له الاسطورة ما ينفعش تدخل العالم بشكل مباشر. لازم يكون معها بطل يساعدها. فسيا بيقول لها على كده انت وجودك زي عدم يعني. انا اللي اشيل الليلة لوحدي. البنت لما بتسمعه بتدهي من كلامه. وبتفكره بتقلل منها وبتكرر تعمل حاجة علشان تبهره. بتقول له قول كده نافزة المهارات. وقسعتها تلاقي حاجة رهيبة جدا وهتصدمك. ولكن سيما برضوش يقول الكلمة اللي هي قالت عليها. وبيقول كلمة خصائص. فبتظهر نافزة غريبة قدامه. ورستا ما بتباشي قادرة تشوف منها حاجة. ولكن لما سيها بيشوفها بيتغير كل حاجة. فبعد ما كان رافض فكرة انه ينقذ العالم. بيكرر انه يقبل المهمة رغم خطورتها الشديدة. فبتشكره على ثقته. وبتوريله الاحصائيات بتاعته. وبتقوله ان هو اقوى من اي بطل ظهر لحد دلوقتي. وبالاحصائيات ديت هيكون قادر على انهاء المهمة بكل سهولة. فبيسألها سيها وبيقولها ان لا يحصل لونا موت في العالم ده. رستا بتقوله ولا اي حاجة. هترجع للعالم بتاعك وكل ده يكون كحلم بالنسبة لك. بعدها بقى رستا بتفتح بوابة علشان توريله العالم اللي هينقذوه. ولكن سيها ما بيرضاش روحه. وبقول لها عالمين اللي عوزان اروحه دلوقتي يا مجنون انت. انا مش رايح في حتة. البنت جده بتستغرب وبتقول لها عم انت مش قلت انك موافق على انقاذ العالم من شوية. ما تيجي يلا علشان ننقذه. سيها بقول لها انا قلت لك موافق. ولكن مش هنقذه غير بشرطة واحد. بيلعب بعدها التشيرتي بتاعه. وبينزل لها بضغط في المكان. رستا طبعا بتتفجأ اكتر. وبتقول له انت بتعمل يا لا. انا بقول لك انت تروح تنقذ العالم. مش هتلاعب اللي انت بتهببه ده. وهنا بقى بتفتكر رستا حاجة مهمة جدا في الملف بتاع سيها. ايوة. هو شخصية حزرة جدا جدا. وعلشان كده بيتمرن. بعدها رستا بقى بتروح تقابل صاحبتها اريا اسطورة الحكمة. وبتقول لها انها مش قادرة تفهم البطل بتاعها. اغلب اليابانيين اللي كانت بتجيبهم هنا كانوا على طول بيتحمسوا انقاذ العالم. بسبب تعودهم على النوع ده من القصص. ولكن سيها مختلف عنهم. لانه حزر جدا بطريقة مريضة. بتقول لها اريا ان ده الطبيعي مع انكم هتنقذوا عالم من ردبة اس. والافضل يعني بدل ما تكوني متضايقة منه. تحاول يتوفر له سبله الراحة علشان يقدر يكمل مهمته. فبتقتنع رستا بكلامها. وبتروح علشان تعمل اللي قلت لها عليه. وهو لما بتمشي بتضحك اريا كده عليها. وبتقولوا انهم ما تغيروش ابدا. حتى بعد كل اللي حصل. وشكل بقى في انه ورا كلامها ده صديقي. المهم في الوقت ده رستا بترجع عن دي سيها وبيتجيب له الاكل وكله سبله الراحة اللي هو محتاجها. فسيها بيقول لها كل انت من الاكل الاول. لكن في سمه ولا حاجة. رستا بتتعصب منه بتقوله انه ما فيش اي حاجة من اللي هو بيقوله عليها دي. وبتاكل جزء من الاكل علشان تخليها سك فيها. فبيقول لها سيها في الحالة ديات الاكل ممكن يكون في سمه بطيل المفعول. انا لازم استنى شوية علشان اتاكد من صحة الاكل. البنت عارفان بتتشل منه وبتجيب اخرها. ونبتعرفش هو مريض كده ليه. وبعدها بقى بتتعصب وبتقول له اللي انت بتعمله ده مالوش لازمة. لان التدريب والكلام الفاضي ده مش هيكون كافي علشان هي ضريقة لبملك الشياطين. وعلشان تثبت لي كلامها بتقول له انها هتسيبه كم يوم يعمل فيهم اللي هو عاوزه. ويشوف في الاخر هيوصل لحد فين. ولما يلاقي نفسه ان هو بقى جاهز يستخدم المنبه ده علشان ينادي عليها. وبعدها ابتمشي. فبتفتكى ريستا بقى ان سيها يزق من اللي هو بيعمله. وكلها يومين يعني ويرجع يكلمها. ولكن بيعدي اسبوع. والواد حرفيها مش سائل فيها. وخلال موت ريستا بقى من الملل. بين ان الجرس اخيرا بتروح جري بقى علشان تقابل سيها. واول لما بتشوفه بتتفاجئ جدا. الواد حرفين جسمه مختلف تماما. وبقى شكله اقوى بكتير. بعدها ريستا بتسأله هو قدر يرفع قوته لحد دلوقتي ازاي? الواد طبعا ما بيردش عليها. ولكن ريستا بتبص على احصائياته. بتلاقيه بقى في المستوى الخمستاشر والبنت حرفين بتتشل. هو ازاي شوية تمانين ضغط يعمله كده. اكيد في حاجة غلط. سيها بقول لها ما فيش اي حاجة. وبيصدمها كمان وكمان. بيوري لها بقى قدراته التانية واللي بتكون قدرات اسطورية وعالية جدا. ولكن بالرغم من كل ده. الواد بيكون عايز يتمرن اكتر علشان يرفع من قوته. البت بتقول له انت فاكر ان انت اتقعد في الغرفة دي طول حياتها كلها عام. بتفتح بوابة للعالم التاني اللي ينقذوه. وبتقول له تعالى معايا الله. فسيها بعدها بقول لها تمام. انا كده خلاص مستعدة بالكامل. البنت بتستغرب جدا. وبتقول له وانت تجننت واللي. ما علينا. بيرحوا بعدها بقى هما الاتنين على اول منطقة في العالم التاني. والاسم ويدونا. بتكون المنطقة دي عبارة عن ارض خضراء واسعة جدا. وشكلها مسالمة. بيرحوا طبعا على المدينة علشان يشتروا المعدات. ويدوروا على وحوش يقتلوها ويرفعوا مستوسية. بيقابلوا بقى في طريقهم واحد كده من سكان المدينة. وبيسلم عليهم وريستا بتسلم عليه. بتكون مبسوطة جدا. ولكن سيها بيقول لها انت بتعمل ايه? هو اي حد تسلم عليه كده? فبتقول له ابني ايه المشكلة? الراجل ما فيوش اي حاجة. فسيها بيقول لها ده ممكن ما يكونش شكله الحقيقي. ويمكن يطلع وحشي متحول ولا حاجة. ريستا بتتعصب من كلامه. وبتقول له اسكوتلا وخليك في حالك. ما فيش حد مجنون غيرك في المكان ده. بيروحوا بعدها بقى المتجر الاسلحة علشان يجيبوا شوية عناصر تسعيدهم في المغامرة بتاعتهم. وريستا دات لسيها فلوس على اساس ان هو يجيب درع وسيف علشان يحمي نفسه. ولكن سيها دهي ريستا منه وبتاخد الفلوس. وبتقول له عنك انت لا انا هجيب لك الحاجة بنفسي. بتجيب له ريستا درع وسيف جمدين جدا. وبيبقى شكل سيها حاجة اخر حلاوة. فبتقول له ريستا بما انك مستعدة دلوقتي. يلا نروح نصطاد الوحوش. فبيقول لها سيها ان هما لسه مش مستعدين للتعامل مع الوحوش اللي في الغابة. ريستا بتقول له ان اغلب الوحوش اللي انا ضعيفة جدا. وانا هوريك بنفسي. بيروحوا فعلا هما الاتنين على الغابة وبيقبلوا وحش صلايم قدامهم. ريستا بقى بتقول له شفت الوحش ده ضعيف ازاي? انت لو اديته بس الظهر ايدك هتجيب اجله. ولكن على عكس ما هي متوقعة سيها كان بيرايب الوحش. علشان يشوفه الخطيره على دقة. بتقول له ريستا ان هو يقدر يتغلب على الوحش ده بكل سهولة. مفيش داعي يعاني تخاف منه. فبيتحرك سيها بسرعة ناحية الصلايم. وبسيف الانشوتر ازدار يتعوه بيفجر الوحش لحد لما بيفتته حرفيا. ريستا بقى بتكون متفجأة. وبتقول له ما كانش في داعي انك تعمل كل ده. ده الوحش ده عم ضعيف خالص. سيها بقى ما بيعبرهوش. وبيفعل يراني الجحيم وبيفجر المكان بالكامل. ريستا بتقول له انت بتعمل ايه في الوحش يا ابني? الوحش اصلا مات وشبع موت. سيها بيقول لا انا لازم اضربه ضربة كمان علشان اتأكد من الموتو. بيفضل سيها يضربه لحد لما بيدمر الغابة تقريبا. بتقول له ريستا تاني عملت كده ابني. ده وحش ضعيف جدا وانت اكد شفت احصاياته. وعارف ومتكد ان هو مش محتاج كل القوى ديت. فبيقول لها سيها حتى لو كنت عارف احصايات الخصم. لازم اكون حازر في التعامل معاها. لان مش كل اللي مكتوب في نفسة الاحصايات بيكون حقيقي. فبتقول ريستا بما انك تطمنت ان الدنيا تمام. فخلينا نكمل قتال في وحش بقى. وفجأة بيحس الاتنين بهلة شيطانية مرعبة جدا. الاتنين بيتشلوا مكانهم من قوتها. ورستا بتدور على مصدر الطاقة المرعبة دي. هنا بقى بتظهر محاربة قوية جدا قدامهم. وبتقول لهم اهلا بالبطل. احب بعرفك بنفسي. انا احد اللوردات الاربعة لسيد الشيطين. كارسة الفوضى. وبما انك شفتني يا عم. فده يكون اخر يوم في حياتك. ريستا بقى لما بتشوفها بتتفجئ جدا. وبتقول ازاي واحدة من الكوارس تظهر في المناطق الامنة بالسرعة دي. اكيد في حاجة غلط. فبتقول لها كارسة الفوضى. سيد الشيطين كان عارف ان في بطل هينقذ العالم ده. وعلشان كده. هو بعثها على الاماكن الامنة الاول. تستنى البطل لحد لما يظهر. وبعدها تخلص عليه. فبتتصدم ريستا جدا من كلامها. وبتعرف ان هم كده لو كانوا نزلوا هنا من اول يوم سيهوصل فيه. كان زمان رحلته وخلصت قبل ما تبدأ. بعدها الشيطانة بتخرج هنا مخيفة جدا. وشكلها مستعدة للقتال. ريستا باب بتشوف احصائياتها ومش بتكون مسدها نفسها. البنت في المستوى الستة وستين. وكل احصائياتها قريبة من الالف. هم كده مستحيل يكتبوها. بتسأل سيه ان يعمل ايه? فاب ام بتلاقي اخد ديله في سنانه وهرب. الله عليك يا سيد الرجالة. الجار ينص الجدعانة برضو. واخلال هربهم باب يقول لها سيه انهم لازم يخرجوا من العالم ده فورا. فبتفتح ريستا البواهبة علشان يهربوا. ولكن الشيطانة بتكون وصلت وعلى وشك الهجوم عليهم. سيه باب يفعل سحر نراني الجحيم وبيفجرها علشان يعرفوا يهربوا. ولكن الشيطانة بتقول له ما فيش فايدة من الهروب. انا عارف ازاي اجيبك لحد عندي. ما تقلقش يعني يومين بالضبط وقتي جزي الكلب هنا. بيرجع الاتنين مملكة بيراندي. واول حاجة سيه بيعملها انه هو بيطرد ريستا من المكان علشان يتمرن. بيعدي يومين. وبتكون ريستا زيهت من الوضع ده. فبتستخدم بالورة خاصة علشان تعرف اللي حصل في المدينة. وهنا بتلاقي الصدمة. ايوة. الشيطانة دخلت المدينة وعملها تنشر الخراب والضمار في كل حتة. والناس بيطلبوا المساعدة من اي حد. بس مفيش حد هناك علشان يساعدهم. والشيطانة عمالها تزل فيهم. بتقول ان لو البطل ما ظهرش بعد ساعة. هقتل كل الناس الموجودة في المدينة. بتدقي لما بتعرف اللي بيحصل. وبتروح عندي سيه وبتقول له الشيطانة دخلت المدينة. هتقتل كل الناس اللي هناك لما روحناش وساعدناهم. يلا يا ابني نعمل اي حاجة. سيه بيقول لها ان هو لسه مش قوي كفاية علشان يقدر عليها. ولازم يتدرب اكتر من كده. وبعدين يعني مش انت قلت ان الوقت هنا ابطأ من اللي في العالم التاني. فخلينا هنا براحتنا. بعدها بتقول له مش معنا ان الوقت هنا ابطأ. يبقى مش بيتحرك هناك. الناس هناك في خطر ولازم نروح وننقذهم. بتفتح ريستة البوابة بقى علشان يروحوا هناك. ولكن سيه بيوقفها. بيقول له انا لسه مش مستعدة علشان اقاتل الشيطانة دي. احنا كده هنروح ونموت وخلاص. ريستة بتقول له لو استنوا اكتر من كده. الناس اللي في القرية كلهم عيموتوا. ولكن الوقت بيتجهلها وبيكمل تدريب. فبتدري ريستة جدا من اللي بيعمله. وبتقول له انا كنت فكرة انك تكون بطل عظيم. بس طلعت شخصي جابان جدا. ناس كتيرة هتموت بسببك. انا عمري ما هسمحك. بتفتح بعدها الباب وبتكونها تمشي. ولكن سيه بعدها بيوقفها. بيقول له ان العالم ده على حفة الضمار. انا اللي وحيد اللي قدر انقذه. ولازم احفظ على حياتي. لاني لو مت فالعالم ده كله هيتضمر. انا مش جابان يا ستة ريستة. انا حريص بس على الناس دول اكتر من اي حد في العالم. وانا لو زي ما انت بتقولي جابان. ما كنتش هبزل كل المجهود ده علشانهم. فبتبص ريستة كده على احصاياته. وبتلاقي المفاجأة. ايوة. الوقت في يومين بس قدروا ان هو يوصل للمستوى واحد وعشرين. وكل احصاياته بقت قوية جدا. بيقول لها سيه. انا اتمرنت كتير علشان اللحظة دي. دلوقتي انا على اتم الاستعداد لأي حاجة. يلا بينا على هناك. في الوقتي ده بقى بتكون الشيطانة زيت من الانتظار. وبتكرر تقتل كل الموجودين في المدينة. ولكن قبل ما بترفع صفها بتتعرض لهجوم قوي جدا. ايوة. سيه وصل لانقاذ المدينة. بتقول له بقى الشيطانة انها ما تخيلتش انه يرفع قويته بالسرعة دي. بس مع الاسف انت اتموت النهاردة. ريستة بعدها بتقول لها انت اللي اتموتي. سيه احصاياته اعلى منك بكتير. والافضل انك تستسليم دلوقتي. ولكن فجأة الشيطانة بترفع صفها وبتطعن نفسها بيه. والاتنين طبعا بتصدموا من اللي حصل. بيكونوا فاكرين انها انتحرت وخلاص. ولكن الموضوع كان عكسي كده. ايوة. فجأة الشيطانة تحولت لوحش مرعب. وبقت اقوى بمراحل. بتشوف ريستة بعدها لاحصايات بتاعتها. وبتكون مش مسدها نفسها. احصايات الشيطانة زادت اكتر من ثلاث اضعاف. والسيه حرفين ما عادش منافس ليها. بتهجم الشيطانة على سيه وبتكسر المكان. ريستة با بتكون فقدت الامل في الفوز وبتقول اكيد زمنه مات. ولكن المفاجأة سيه مش بيصاب باي خدشة حتى. الكل مش بيكون فهم حاجة. ازاي قدروا صدوا ضربة الشيطانة رغم انها اقوى من احصاياته بمراحل. بتشوف بعدها ريستة احصاياته وبتعرف انها مزيفة. بتحاول تبين احصاياته الحقيقية. ولكن الوقت بيكون مناعها من الدخول. فبتستخدم ريستة كل قوتها لحد لما بتقدر تشوف احصاياته الحقيقية وساعتها البنت بتتشلى حرفيا. لان سيه كان في المستوى سبعة وتلاتين. وكل احصاياته معديها العشر تلاف. ده غير ان مع مهارات وقدرات اكتر بكتير من اللي شافتها في الاول. طبعا البنت بتكون مصدومة ومش بسدها لاحصايات دي. وبتقول مستحيل حد يحصل عليها في يومين من التدريب. ومعنى كده ان سيه كان مخب قدراته الحقيقية من ساعة ما جيل عالم هنا. وحتى لما اهبل كارسة الفوضى كان يقدر يهزمها. ولكنه قرر يتضرب اكتر علشان يتأكد ان هو يفوز عليها بشكل صاحق. ريستة بقى في الوقت ده ما بيجيش في بالها غير حاجة واحدة. وهي ان الراجل ده مريض ومستحيل يقامل لاي حد. بعدها الشيطانة بتتصدم بقوته. وبتقول له ده انت طلعت اقوى ما انا متخيلة. بس ده مش معناه ان المعراكة انتهت. بتجمع الشيطانة كل قوتها علشان تدمر المدينة باللي فيها. ولكن فجأة سيه وصل عندها. بم بعدها بسيف الجحيم بتاعه بيهجم عليها. بيفجر ابوها وبيمحيها من الوجود. وبكده اخيرا كل حاجة انتهت. ريستة بقى بتروع عنده كده وبتكون مبسوطة جدا. وبتقول له انها ما كانتش متوقع انه يكون مخاب بالقوى ديات كلها. فبيقول لها ان ده طبيع علشان يحمي نفسه من الاعداء ويقدر يكسب المعركة. بيجي بعدها بقى اهالي المدينة وبشكره سيه وريستة على مساعدتهم. وبيعرضوا عليهم يقعدوا في المدينة ويعملوا احتفال كبير علشان انتصارهم. سيه بقى بيقول لهم مفيش مشاكل بس لازم اخلص حاجة بسرعة كده الاول. بيروح سيه بقى يلم الاسهار اللي فضلة من كارسة الفوضى. وبعدها بيفجرها هي والمدينة بالكامل. وبسبب الخراب اللي عمله. الكل بيطلبه من سيه يمشي قبل ما يدمر المدينة اكتر من كده. بعد ما بيمشي بقى الاتنين من القرية. ريستة بتقعد تعاتب سيه. بتقول له انت مجنون ولا اي يا ابني. انت ليه فكرت بقى الشيطانة في نص المدينة. ما كنت تعمل كده برا. فسيه بيقول لها انه هو ما يضمنش لما يلمس الحاجات دي. ما سيطرش على جسمه. والافضل يعني انه هو يضمرها في مكانه وخلاص. فبيجي بعدها بقى الراجل اللي سيه انقزه من الشيطانة هو وبنته علشان يشكره. بيدله كمان شوية فلوس كده علشان تساعده. هو الدنيا ريئة. سيه بعدها بقى بيصدم الراجل بيقول له. بقى انت يا راجل يا معفن مديني شوية ملالين بعد ما انقزت حياتك. شكلي كان لازم اسيبك للشيطانة تقتلك. الراجل بيتصدم طبعا وبيعتذر وبيدي لسيه كل اللي معه وبيمشي. وريستة بتتصدم اكتر. بتقول له انت ليه خطي الفلوس من الراجل يا لا. مش البطل بيساعد الناس بدون مقابل. فسيه بيقول لها لأ انا محتاج الفلوس ديات علشان اكون اقوى وساعد ناس اكتر. وبعدها بيرجعوا الاتنين لبرندي. بنشوبها ريستة اعدة مع اريا في الغرفة بتاعتها. وبتكون بتشتكيلها من سيا. فعلى عكس كل الابطال اللي شافتهم. تصرفاته غريبة جدا لغم قوته الهائلة. وبرضه ريستة عاوز يتمرن. فبتقول لها اريا ان ده طبيعي بسبب صعوبة العالم. علشان كده سيا على طول حزر. بس ريستة بتكون حاسة بالملل وعاوزة تنقذ العالم ده علشان تبقى اسطورة عظيمة زي اريا. فبتتأثر اريا من كلامها وبتقول لها انا مش الشخص اللي ينفع يكون قدوة ليكي. فبتقول لها ريستة انت انقذت تلتمائة عالم. اكد يعني انت اسطورة وقدوة عظيمة جدا. فبتقول لها اريا ده صحيح. بس من بين التلتمائة عالم اللي انقذتهم. كان في عالم واحد بس فشلت في فشل زريع. العالم ده كانت صعوبة ليلة جدا. كل حاجة كانت ماشية فيه تمام. ولكن بسبب خطأ واحد منها فشلت في انقاذ العالم ده وكل اللي فيه. فبتقول لها ريستة ان فشل واحد مش مشكلة بما انها انقذت عالم كتير غيره. وهنا بقى بيجي سيا المكان. وبتزعله ريستة علشان دخل من غير ما يخبط. واول لما بتشوفه اريا بقى بتتفاجأ جدا وكأنها تعرفه. بتروح وبتسأل سيا عن حاله. فبيسألها يمين وعاوزة ايه. اريا بتعرف عن نفسها وبتسأله عن سبب وجوده. فسيا بيقول لها ان التدريب لو واحده ما بقاش يدي نفس النتيجة زي الاول. وعلشان كده هو جهنة علشان يشوف طريقة تانية يرفع بقى قوته. فبتنبسط ريستة لانهم كده يروحوا يقتلوا لوحوش. وبيبدو المغامرة بتاعتهم. بس سيا طبعا بيرفض طلبها. لانهم ممكن يقبلوا شيطان تاني ولا حاجة. فبتكترح عليهم اريا بقى اقتراح. وبتقول لهم ارا ايوكم تشوفوا واحد من الاساطير اللي في مملكة بروندي. علشان يساعد سيا على رفع قوته. بتاخد ريستة على جنب وبتقول لها مين ده اللي هيدرب سيا. ده انا وانتي مش بنيمتلك اي سيمات هجومية. فبتقول لها اريا انهم ممكن يروحوا لاقوى مدرب في المملكة. وفعلا التلاتة بيروحوا عند افضل مدرب في المكان. واللي اسم سيريوس. اسطورة النصل. بتقول له اريا انها عاوزة مساعدته في تدريب سيا علشان يقدر ينقذ العالم من الصعوبة اس. فبيوافق سيريوس بشرط واحد. انما ما حصل ما ينفعش سيا يوقف تدريب. وإلا مش هيساعده تاني. فبعدها سيا بيقول له بلاش نفخت الصدر ديت لحسة نتيجة بعدها تعيط. فبيتضيق سيريوس وبيطلب منه يوري له مهاراته. وبعدها الاتنين بيهجومه على بعض. وعلى الرغم من قوة اسطورة النصل. ولكن سيا كان قادر يجريه. طبعا سيريوس بينبسط من مهارات اللي عنده. وبيكرر انه يعلمه كل حاجة. بعد يومين بقى بتروح ريستة علشان تشوف اخبار التدريب بتاع سيا. وبتلاقي سيريوس ساعد في المطعم. فبتسلم عليه كده وبتسأله على اخبار التدريب بتاعه مع سيا. فبيقول لها سيريوس والنسية محارب قوي جدا. وعلى الرغم انه هو مجرد بشري. لكنه بيقدر يتعلم اغلب المهارات بتاعتي من اول يوم. دلوقتي عنده قوة مرعبة. لدرجة ان انا ما عدتش قادر على مواجهته بقوتي العادية. فبتنبسط ريستة النسية بقى قوي قوي كده. وبتقول له تمام. وبعد اربع ايام بتروح ريستة تجاز شوية اكلة علشان تحتفل بنتها تدريب سياة. ولما بتروح علشان تجيب المكونات بتلاقي سيريوس مستخبي هناك. بتتفاجأ ريستة وبتسأله وبيعمل ايه هنا? فبيقول لها وطي صوتك. ده ممكن يسمعنا. انا تعبت قوي علشان الاقي المكان ده. فبتستغرب ريستة وبتسأله وبيتكلم عن ايه? فبيقول لها سيريوس وفي غيره. انا بتكلم عن سياة. الراجل ده مريض وربنا. انا عمري ما شفته شخصا حزر ومهوز بالقوة زيه. الوقت حرفين كان بيتدرب وبتأسل معي الاربع عيام بلاياليهم وما خدش لحظة واحدة علشان يرتاح. لحد لما بقى اقوى مني بثلاث مرات وما بقيتش منافس لي اصلا. بس سياة قال لي ان هو مش هيسيبني غير لما يكون اقوى مني بمية مرة. فروحت واستخبيت منه هنا علشان ما يلاقينيش تاني. وشكل الوقت ده مفترق واه صديقي. المهم يعني. سياة بقى بيجي عندهم هما الاتنين. وبيقول له انهم اتاخروا على التدريب. ولازم يروحوا يكملوا دلوقتي. سيريوس اقول لما بيسمعي الكلام ده. بيجيب اخر وبيقول له عما نكرهت حياتي كلها بسببك. لو كني محاربة يخلينا ضربك فانا مش عاوز اكمل. بياخد سيريوس سلاحه وبيرميه في البحر. على اساس يعني النساء هيسيبه. بس سياة ما بيحلوش. بيقول له انت هتضربني لحد لما وصل للمستوى اللي انا عايزه. فبتوقفه رسة وبتقول له يسيب الراجل في حاله. فبتيجي اريا بقى في المكان وبتقول لها ان الجدة العظيمة اشتار عاوزة تقابلها ضروري. بعدها بتروح رسة عند اشتار. ودي بالمناسبة سيدة مملكة برندي. بتسألها اشتار عن حالة البطل بتاعها. وبتقول لها رسة لأ ده ما تخافيش عليه. ده خلقه صورة النص ليعتزل القتال من اللي عمله فيه. فبتقول لها اشتار ان ده كان طبيع سيريوس حتى لما كان بشري. بتتفاجي رسة من الكلام ده. فهي كانت فكرة ان الاسطير بيكونوا اسطير من الاول. وما فيش حد فيهم يعني كان بشري. فبتقول لها اشتار ان علشان الواحد يكون اسطورة لازم يعمل حاجة عظيمة جدا. زي انك تعمل لايك او اشتراكها صديقة علشان تكون اسطورة. معالينا. المهم بتكمل اشتار كلامها وبتقول سيريوس كان محارب غلبان جدا. بس بسبب تدريبات معلمه الاول. ادري ان هو يكتشف قدراته الحقيقة. وبقى اسطورة النص اللي انت تعرفيه دلوقتي. على العموم يعني مش ده موضوعنا. انا جبتك هنا علشان حاجة اهم من الكلام ده. انا جبتك علشان تروحي المدينة اللي بعدها في اسرع وقت. فبعد ما قتلته من الكارسة اللي بعتها سيد الشياطين. بعت وحشي قوي جدا علشان يدمر مدينة شيمول. وكمان عاوز يدمر الحلفاء اللي هيساعدوا سياء في رحلته. فبتشكرها رستا وبتروح علشان تجيب سياء. ولكن لما بتروح عنده. بتلاقي يمسبت سيريوس ونازل فيه ضرب مش حله. بتوقفه رستا وبتقوله انت بتعمل ايه عم انت? انت نازل فيه ضرب كده ليه? فبيقول لها سياء ان هو مش بيدربه. وانما ده جزء من التدريب. بس نظرات الاستغساء عيني بتاعت سيريوس بيتفاهمها كل حاجة. بتقول له سيب الراجل في حاله يا عمي وخلينا نروح على المدينة. الاعداء مستنين لنا هناك. فبيقول لها سياء ما فيش مشاكل. انا دلوقتي مستعد بالكامل لاي حاجة. بعدها بقى بيروح الاتنين على مدينة سيمول. ولكن لما بيوصلوا بيلاء وسكان المدينة بيمسوا. فبتروح رستا وبتسألهم عن سبب رحلهم. فبيقول لها السكان انهم سيمعوا ان المدينة هتتضرب قريب. وبسبب كده بيجهزوا نفسهم علشان يروحوا على مكان امن. قبل ما ييجي جيش الزومبي بتعملك الشقاطين ويخلص عليهم. رستا لما بتسمع الكلام ده بتدهي جدا. لان وحوش زومبي مش بتتأثر بحجمات السيف. وعلشان يغلبوهم محتاجين سحر ناري قوي جدا. او انهم يستخدموا الماء المقدسة. فبيروح الاتنين بقى عند احد التجارة علشان يجيبوا الماء دي. وبيرحب بيوم التاجر وبيقول لهم انه يديهم الكمية اللي هم عاوزينها. علشان يحموا المدينة. فبيقول له سياء في الحالة دي اعتها تقال في علبة ماشي بيوم حالي. فبيقول له التاجر ماشي بيوم حالك ازاي يا عم? انا ذات نفسي مش معاها الكمية ديت اصلا. سياء ما بيعجبوش الكلام ده. وبيمسك في الراجل علشان يديله اللي هو عاوزه. بس هتدخل رستا في الوقت المناسب. وبتاخد عشر عبوات بس. بعدها بيروحوا الكنيسة علشان يقابلوا الحلفاء اللي قالت عليهم اشتار. وهناك بيقابلوا القص بتاع الكنيسة. بيشكرهم على نجدتهم ليهم. وبيقول لهم انه جاب اقوى اتنين موجودين في المدينة علشان يساعدوهم في رحلتهم. واللي بيكونوا الاخوين ماشي ولولو. اللي عندهم دماء التنين والاسطورية. بيتجاهل سياء بقى كلام القص. وبيروح حاطة الماء المقدسة على دماغه. الكل طبعا بيكون فاكر سياء بيستاذق بالراجل ده. وفجأة بيبدأ الراجل يتحرق من الماء المقدسة. بيقع على الارض. رستا لما بتشوف المنظر ده بتتفاجئ. لان الماء المقدسة مش بتعمل كده غير في الزومبي. طبعا الزومبي بيتعصب. وبيكرر انه هيقتي الكل الموجودين علشان يسهل الغزو اللي جاي. بس على مين? ده سياء جام التنين. بيقطعه حتت وبيخليه مش نافع لأي حاجة. الكل طبعا بيتفاجئ من سرعيته المرعبة. لان اصلا محدش لمح حجومه. الزومبي بقى بيتعصب من اللي بيحصل له. وبيقول له انت فاكر ان الموضوع انتهى. انا مجرد جندي واحد قضيت علي. بكرة يجي جيش كامل من عشر وتلف زومبي. هيجي وهيمسح المدينة بالكامل. فبيشكره سياء على المعلومة دي. وبيقول له يالله اتيكل على الله. ريستة لما بتسمع الكلام بتترعب. لانها عارفة اللي هيحصل. بتاخده بقى علشان يلحو يهربه. ولكن انت عارف اللي هيحصل يا صديقي. ايوة. سياء ما بيبخلش على الراجل بحاجة. بيفجروا بالكنيسة وكل المكان. الكل طبعا بيقوا في مصدوم القوى التدميرية المرعبة بتاعته. وبيقولوا يعني لو دي قوته هو بينظف المكان. ما بالك يعني ايامي ليه في العداء. ما علينا. المهمة بيروح ماشه ولولو عند سياء. وبيشكره على مساعدتهم. فبيطلع سياء الماء المقدسة وبيصبها عليهم. علشان يتأكدوا انهم بشروا لا لا. فبتقول له ريستة ان مفيش دعا لي الكلام ده. هو خلاص خلاص على الوحش. بس سياء بيروح ويصب عليها كمان. علشان يتأكد انها مش زومبي. خندير خندير مفيش كلام يعني. بعد ما بيتطمن سياء ان مفيش زومبي معاه. بتبدأ ريستة انها تفحص احصائيات الاخوين. بس بتلاقي ان الاحصائيات بتاعتهم ضعيفة جدا. وبتقول لسياء ان احصائياتهم مش احسن حاجة. ولكن لو اتضربوا هيكونوا احسن اكيد. سياء بعدها بيبصولهم بكل عرف كده وبيقول الاتنين دول مالزمونيش في حاجة. خليهم يمشوا. ريستة بتقوله انهم يملكوا دماء عشرة التنين. واكيد يعني هيكونوا اقوى في المستقبل. فبيقول لها سياء علشان كده نرفضهم من الاساس. مش عاوز منهم حاجة. بيجي بعدها بقى حراس المدينة علشان يشوفوا سابة الانفجار ده. وبيسألهم عليه. فبتقول لهم ان راهبا ان البابا اللي كان في الكنيسة كان زومبي. ولكن بطل الارض قدر ان هو يكتشفه. وانقذهم كلهم. فبيحيل قيد سياء بقى وبيشكره على مساعدتهم. وبيقول له انهم جموا علشان يساعدوا في قتاله مع جيش زومبي. معهم مئتين مقاتل مستعدين للقتال. فبعدها سياء بيقول له خليهم في المدينة انا اتعامل مع الجيش بنفسي. طبعا انا الراجل بيتجنب من كلامه. وبيقول له انتبطل وكل حاجة. بس ده جيش مكون من عشر تلاف زومبي. ازاي هتقتلهم لوحدك. سياء بيقول له ملكش دعوة. وعلشان كده انا بقول لك خليك مكانك. خد كمان معك العينين دول. خليهم يعملوا حاجة مفيدة. فبتقول له ريستا ان مفيش داعي يكلم الناس بالشكل ده. الناس بس عايزة تساعده مش اكتر. سياء بيقول لانا مش هابقى المساعدة اي حد عاوز يموت على الفاضي. انا قادر يتعامل مع كل المشاكل ديت بنفسي. طبعا ريستا بتتأثر من كلامه. وبتعرف انه كان بيقول كده علشان خايف عليهم مش اكتر. بعدها بيروح الاتنين لما كان جيش الزومبي. واللي بيكونوا جايين بأعداد كبيرة جدا. فبيفهم سياء ان هو مش هيقدر يستخدم الماء المقدسة عليهم كلهم. وبيكرروا يستخدم المهارة اللي تعلمها اسناء التدريب. وفجأة بيستد عنايزة كعملاق. وبينزل على الجيش وبيفجروا بالكامل. البنت بتكون مصدومة من اللي بيحصل. ومش فاهمة واجب كل القوى ديات منين. بعدها الاتنين بيرجعوا على المدينة علشان يارتاحوا. وبعد كم يوم. بتيجي البنت ديات عند ريستا وبتقول لها ان اخوها اختفى. مش عارفة وارح فين. فبتطمنها وبتقول لها ان هو اكيدا يكون كويس. فهم ضمروا جيش الزومبي. ومستحيل يعني ماشي يتعرض لاي ازا. فبتشكرها لولو وبتسألها عن مكان سياء. وبتقول لها ان سياء قاعد في الغرفة بتاعته. ولما بيروحوا الاتنين علشان يتطمنوا عليه. بيلوا المكان زي ما انت شايف كده يا صديقي. بتسأله بقى وعمل كده لي في الاوضة. فبيقول لها ان هو كان بيحاول يصنع سلاح قوي علشان يقدر يستخدمه في المعارك. واخيرا قدر يصنعه. بتشوف ريستة بقى السلاح بتاع سياء. وبتلاقيه سلاح بلاتيني قوي جدا. بتسأله هو زي قدر يعمل سلاح زي ده. سياء بيقول لها انه كان محتاج معدن اسطوري علشان يقدر يقوي السلاح بتاعه. وعلشان كده اخد الشعر اللي كان بيقع منها علشان يستخدمه في السلاح. ريستة طبعا بتكون مدهية جدا. بس هتعمل اياه صديقي. ما قد ماشي اي حاجة تعملها. بعد شوية بقى بتيجي صاحبة السكن. وبتجيب حاجة لسياء. بتقول لهم ان في حد جاب الهدية دي. وطلب انها تروح لسياء مخصوص. بتفتحها ريستة. وبتلاقي انها مراية عادية. ولكن فجأة بيظهر هيكة العظم المخيف جدا. وبيكون معاه ماش. بيرحب الراجل بيهم. وبيعرفهم عن نفسه. بيطلع عن اداد اسمه كارثة الموتى. والمسؤول عن تطوير الوحوش في جيش مالك الشياطين. بيقول لهم انه ما كانش متخيل انهم ما يقدروا يضمروا الجيش بتاعه بسرعة دي. وعلشان كده هو اخد ماش ويفضل يعزبه الحد لما يموته. بيفضل الشيطان يعزب في ماش. والوات صامد رغم المعاناة وما حدش قادر يساعده. سياء بقى لما بيشوف اللي بيحصل. بيؤمن ريستة تفتح بوابة مملكة برندي بسرعة. بيقول بعدها الماش. انت طلقت شجع جدا يا ولد. وعلشان كده انا خليك حامل اغراضي. فهجمت كده بقى ما تموتش دلوقتي. بيرفع سياء سلاحه. وبيجاهز ضربة قوية جدا علشان يهجم على الوحش. الشيطان بيقول له ده ملوش اي فايدة. فانت اصلا مش عارف مكاني. ومستحيل الهجمة توصلي. طبعا الكلام ده بيكون على اي حد. ولكن مش على سياء صديقي. هو بتاخي بيهجم سياء على المراية. وبيقطع ايد دسمة. الكل بيكون مصدوم. هو الهجمة دي هت زي وصلت لي. ده هم اصلا مش عارفين مكانه. بيسحب سياء ريستا العلم برندي علشان يكسبوا شوية وقت. وهو اصلا عمل كده علشان ينقذوا ماشي بسرعة. فبتقول له ريستا ان عندها طريقة علشان يوصلوا على المكان ده. بيروحوا الاتنين عند اشتار. علشان يطلبوا مساعدتها. طبعا ما بتأسرش معاهم. وبتفتح لهم بوابة على مكان ماشي فورا. بدون تفكير بيهجم سياء على الشيطان. وبيبعدوا عن ماشي. ولكن ما بيتأسرش نهائي. ولما الشيطان بيلاقي ان هو مش يقدر يغلب سياء بيكرر يستخدم سلاحه السري. وفعلا وحش غريب بيظهر قدام البطل بتاعنا. والسياء بيحول يقطعه بالسيف. ولكن الوحش مش بيتأثر نهائي. والشيطان بيقول له ما تتعبش نفسك. مهما جيمته مش هتقدر تدمره بالسيف بتاعك. طبعا ريستا بتستغرب. وبتروح تفحص قدرات الوحش علشان تفهم ما اللي بيحصل. بتلاقي ان اغلب احصائيات الوحش دفق التلاتين الف. وما فيش اي حاجة بتأثر فيه غير سحر الجليد. بعدها بقى الشيطان بيقول لها انتم مستحيل تقتلوه. فعلشان تقتلو الوحش بتاعي لازم تهجوم عليه هاجمة مبشرة. وقبل ما يجمع جسمه وتجمدوه. وساعتها يعني ممكن يتأثر بالضربات اللي قواتها في العشر تلاف. بس انتم ما عندكمش ولا شرط من دول. فلا افضل تستسلموا احسن. سياء بقى بيقول له انت فاكر ان البتاع ده يقف قدامي. طب شوف اعمل ايه? بيتحرك سياء بسرة البرق. وبيقوم على الوحشي وبيشوه جسمه. بعدها بيدو التانية بيستخدم ختم الجليد. وبيجمد جسم الوحشي بالكامل. اخيرا بيسحب سيفه وبنري الجحيم. بم بيخلص عليه. بعدها بيرجعوا كلهم على المدينة. وبيشكرهم ممشي على انقاذهم ليه. بيوعد بعدها سياء ان هو يساعدوا علشان يردلوا الجميل ده. بيطلب بعدها من نوم يروحوا معاه على كهف عشرة التنين الاسطوري. واللي بيحتوي على السلاح العظيم. والسلاح ده يهدر على قتل سيدي الشياطين. بعدها بارستا بتنبسط لانهم هيضروا يخدوا مغامرة اخيرا. بس سياء بيقول لهم ان هم يرجعوا علشان يتمرنوا ويرفعوا من قويتهم اكتر. وبعدها بيروحوا بقى على مملكة برندي. وهناك بيتفاجئ ماشي ولوله من المكان. بيكونوا عاوزين يكتشفوه. بس سياء بيقول لهم ان هم لازم يلاقوا حد علشان يدربهم. بيروحوا بقى كلهم علشان يدوروا على سيريوس. ولكن هم بيلوشة غال في المطبخ. يعني سياء علم عليها الاخر. خليه يسيب كل حاجة علشان ما يقبلوش تاني. سياء بيزعقله وبيقول له سيب العبط اللي انت بتعمله ده علشان اتمرن. سيريوس بيترعب منه كده وبيقول له ان هو مش عاوز يشوف ساحة التدريب تاني. فبتمنه رستا بقى وبتقول له ان المراضي هيدرب ماشي مش سياء. هو اول لما سيريوس بيسمع الكلام ده بينبسط جدا. وبيقول اخيرا مش هتضرب من سياء تاني. على طول بيوافق بقى ان هو يدرب ماشي. وبعد هرستا بتاخد له له عند اسطورة النار علشان تدربها. وبكده الكل لا حاجة يعملها. ما عادة طبعا سياء لانه دلوقتي مش لاقي حد علشان يدربه. فبتيجي اريا بقى عندهم وبتقول لها انها تعرف الشخص المناسب لتدريب سياء. وبيروحوا التلاتة عند مكان ضلمة جدا. في بنت مخيفة جدا كانت هناك. وبتعرفوا ماريا على البنت دي. بتكون ديات اسطورة الحرب ادل. تاني اقوى محاربة في المملكة بعد فلكيريا اسطورة الضمار. بس سياء بقى بيكون مش مقتنع ان البنت التعبنة دي اتقادرة على تعليمه اي حاجة. وبيكون عاوز يسيبها ويمشي. ولكن ادل بتتحرك بسرعة جدا وبتظهر من وراهم. وبتقول له انت قدرت تعرف مكاني بيعنيك. بين كده انك عندك المقاومات علشان تتعلم خاصية السيف الابدي بتاعتي. بس الموضوع مش هيكون بسهولة دي. انت هتقدر تستعملها ولا ايه? سياء بيقول لها طالما المهارة قوية فهتعلمها باي شكل. وبعد ثلاث ايام بقى بتروح ريستة تاخد المجموعة علشان يروحوا كافة التنين واخدوا السلاحه الاسطوري. لما بقى بتروح عن دمش بتلاقي ان احصائياته ارتفعت بشكل كبير. وحتى قوت التنين بتاعته بدأت تظهر. بس مع الاسف الموضوع مش بيكون نفسه مع لولو. واحصائياتها مش بتتطور خالص. فبتروحوا سطورة النار واتكلم ريستة. وبتقول لها انها حول تعلمها الاساسيات السحرية. بس مع الاسف قدراتها السحرية ضعيفة جدا. وباين انها مش هتقدر تتعلم السحر. ما بترضوش ريستة تقولي الكلام دا لولو. علشان ما تحبطهاش. بعدها بتاخدها وبيروحوا عن دي سياء. وبعدين الفريق بيوصل على مكان كهف عشرة التنين العظيم. ولما بيوصلوا هناك بيلووا بوابة ضخمة جدا. وعلشان تتفتح لازم المختارين هم اللي يفعلوها. بينبسط ماشي ولولو بقى علشان هيقدروا يساعدوا سياء. بس سياء اصلا بيكون كسر البوابة باستخدام المهارة الجديدة بتاعته. اما لحنا لسه نستنى قل ايه. بيدخلوا كلهم جوا. بس مش بيلووا اي حاجة. هو موضوع السلاح الاسطوري ده طلع كدب ولا ايه. فجأ. بيتكلم صوت معاهم. بيقول لهم انهم لو عاوزين السلاح ده. لازم يدخلوا البوابة. بيدخلوا البوابة. وهناك بيلووا نفسهم وسط عشرة التنين. مكان فخم جدا. وتحسوا طالع من القصص الخيالية. بس احنا ملناش دعوة بالكلام ده. احنا عاوزين السلاحة صديقي. بيروحوا بقى كلهم عند زعيمة التنين ليفاي علشان يقابلوها. ولما بيوصلوا هناك بتشكرهم على محاربتهم الكوارث اللي كانت بتظهر في السطح. وعلشان كده ايه اتحاول تساعدهم قدر الامكان. بتنادي بقى على مشه وبتعمل عليه تعويزة سحرية. وبتظهر قوة التنين بتاعته. احصائياته كلها بتزيد عشر اضعاف. ولولو بتنبسط لما بتشوفه. بتطلب من ليفاي انها تدي لها قوة هي كمان. فبتقول لها ليفاي انها مش محتاجة لقوة دي. لانها قريبة هتكون اقوى سيف في العالم. سيف زابح الشياطين. استنى استنى. هو من اللي هيكون سلاحي حق انتي. ماشي طبعا بيسأل عن معنى الكلام ده. ليفاي بتقوله انه ما يضحوا بحياتها. علشان يحصلوا على السلاح الوسطوري الموجود في العشيرة. ويقتلوا بيه سيد الشياطين. ماشي بتصدم لما بيسمع الكلام. وبيقول له احنا مش علشان نقتل سيد الشياطين نقتلولو. انا مش عاوز كده. فبتقول له ليفاي مفيش خيار تاني. اغلب بقاع الارض بقت على حفة الدمار. بسبب قوات الشياطين اللي بتنتشر في كل حتة. بتدتل اي حد يقف في طريقها. واحنا مش عارفين نعمل اي حاجة. والمدن الصغيرة الامنة اللي انتم شفتوها دي. هي اامنة بس لان سيد الشياطين كان مستني البطل يظهر فيها. وبما انه ظهر. فالموضوع ما سألت وقتها بلما كل المدن دي تتضمر. بمعنى الكلام. احنا ناخد حياة لولو بس. مقابل انقص حيوات العالم دي كلها. ودي الطريقة الوحيدة لاتل سيد الشياطين. طبعا الكل بيخرج من عند ليفاي. وبيكونوا محبطين جدا. فعلشان ينقذوا العالم. لازم يضحوا بلولو. بتحاول يستبقى انها تهدي لولو. بس السيدة بيقولها ان طالما ده الواضع. فما فيش حاجة يقدروا يعملوها. وبسبب كلامه البنت بتزعل جدا. وبتمشي. بالليل بقى بيجي معادي الحفلة الخاصة بمرسم السيف. وعلشان المرسم دي تكمل. لازم لولو تنزل في حفرة السيف. وساعتها يحصلوا على سيف قاتل الشياطين. فبتيجوا لولو عند مكان المراسم. وبتكون حزينة جدا ومكسورة. فمع الاسف ديها تكون النهاية. بتودحهم البنت وبتتمنى انها تكون مفيدة. وتقدر تساعة سيعة على انقاذ العالم. بتقرب من حفة اكتر. وخلاص على واشك انها تقع. بس ماشي بيوقفهم. بيقول لهم مش هسيبكم تضحوا بحياة لولو بالشكل ده. بس الحراس بيمنعوه بيخلوا البنت تكمل المراسم بالغزب. تفتكر بان دي النهاية خلاص. لا والله. فقى بيظهر سيعة من ورا الحراس. وبيكسر عدمهم. بتستغرب لولو من اللي بيحصل. وبتقول له انت عملت كده ليه. كده مش هتاخد السيف. فبيقول لها سيعة سيف ايه وبتاع ايه. انت اللي بتشليلي الشنط بتاعتي. لو تحولت لسيف هتشلي الشنط ازاي. ليفي لما بتشوفه بتزعاق له. بتقول له بالطرية ديات مش هنقدر ناخد السلاح اللي هيخلص على ملك الشياطين. فسيعة بيقول لها انه مش واثق من وجود السلاح ده وقدرته على هزيمة سيد الشياطين. وحتى لو كان ده هو السبيل الوحيد علشان يقتله. فهو مش عايزها. انا هدور على طرية تانية واهزم الشياطين بيها. ليفي با لما بتسمع الكلام ده بتتعصب جامد. وبتكرر انها تدخل في الموقف. مش بيحول يمنعها. ولكنه بيقع على الارض هو وكل اللي معاه. ريستا والباية مش بيكونوا عارفين يحركوا قسمهم خالص. وشكلهم كده متخدرين يا صديقي. فعلا ليفي بتقول لهم انها حطت مخدر في الاكل بتاعها. ودلوقتي محدش في وما يقدر يتحرك. بتؤمروا الجنود والنومي يكملوا المراسم علشان ياخدوا السلاح. وبتفكر يعني انها كده محد زيها. ولكن تفتكر ان سياها يسكت على الكلام ده صديقي. لا والله. الوقت بيهجم عليهم وبيرميهم من هناك. ليفي بتستغرب جدا من اللي بيحصل. انت ازاي ما تأسرتش من جرعة الشلل دي. سيا بيقول له انه كان عارف انه ما يعملوا كده. فمثل ان هو بيأكل علشان يخدعهم. ودي كهوة توقعت في الفخ استي. بعدها ليفي بتتعصب منه جدا وبتتحول لتنين املاق. علشان توقف سيا وتقتل لولو باسرع طريقة. ريستة بعد ما بتبص على احصائياتها بتلاقيها مرعبة جدا. وحرفين اقوى من اي حاجة قبلوها. ليفي باية كمان بتقول له استاس لمحسن لك. انت مش هتعرف تغلبني بسيفك العادي ده. انت كده كده هتموت. سيا بيقول له وانت مين قال لك انها حربك بالسيف ده اصلا. بيطلع سيا سيف قاتل التنين من الشنطة بتاعته. وطبعا يعني الراجل رايحة شيرت التنين فلازم يعني يعمل حسابه. ليفي بقى بتروع على طول على شين توجم على لولو. بس سيا بيانقذها. ليفي بتتعصب منه اكتر وبتقول له انت فاكر انك تعرف تحمل بنتي ديت مني. انا مجهزة لكل حاجة كويس. فجأة لولو بتروع على الارض من كتر الالم. بسبب القلادة اللي في رأبتها. بيطلع بقى ان ليفي حطت لعنة على القلادة دي. هتقتل لولو في ثلاث دقايق. والطلقة الوحيدة لانقذها انهم يخلصوا على ليفي. بدون تفكير سيا بيهجم عليها. وبضربة واحدة بيقدر يشيل نص نقاط حياتها. بتنبسط جدا. وبتقول له سيا فضل يقتلها كده اكده نعرف نكسابها ونخرج من هنا. ليفي هي كمان بتقول له ان تطلع تقوي جدا. بس مع الاسف كل ده مش كافي لهزيمتي. فجأة ليفي بتحول لشكل التنين الزهبي الكامل. وبتقول له انها دلوقتي بقت مانيعة. وما فيش ولا هاج ما تقدر تخربشها حتى. سيا بيقول لها مانيعة على نفسك مش علي. بيطلع سيا كيس كده وبياكل كل اللي فيه. وبيكون ده كيس حبوب السرعة علشان يعرف يوجه ما اسرع. ما بيسكتش على كده وبس. وبيطلع سيف قتل تنينين تاني. وبينزل ضرب في بكل ما عنده من قوة. ولكن حتى مع كل ده. لسه سيا مش قادر انه يخربشها حتى بسبب الجسد الزهبي. بيتفضل ديها واحدة والقلادها تخلص على لولو. والبنت بتقول له خلاص يا سيا ما تتعبش نفسك اكتر من كده. انا خلاص اتقبلت نهايتي. سيا ما بيسمعش كلامها وبيكمل قتال. والكل بيكون فاكر النساء بيقاتل على الفاضي. لحد لما ليفي بتاخد بالها. ايوة. بيطلع النساء كان بيضربه علشان يزقها ويقاحها من على الجرف. فبتستغرب ليفي من اللي بيعمله سيا. وبتقول له انها كانت بتساعد لولو علشان تكون مفيدة ليه. ليه هو بيحاول ينقذها رغم انها ملاش لازمة. بيقول لها سيا ما تغلطيش في حاملية الحقائب بتاعتي. صلاة منا موجود. مش هاس ومح لحد ان هو يقرب منها. ليفي بالا ما بتلاقي نفسها خلاص قربة تقع. بتحاول انها تهجم على سيا وتقتله. بس الوقت بيهجم عليها بهاجمة قوية جدا. وبيطيارها من على الجرف بيوقعها. بتقول له انت فاكر انك تعرف توقعني. ده انا قادر اطير يالا بالاجناحة بتاعتي. ولكن لما بتحاول تطير. بتلاقي انهم اتقطع يا صديقي. وعلى طول بقى بتوعى في الحفرة. وبعدها بيخرج سيف قوي جدا من الحفة. كل اللي في القرية بيكون مظلوم جدا. لان السيف الوحيد اللي ممكن يطلع من هنا هو سيف قاتل الشياطين. بس ازاي? مش المفروض ان السيف ده يطلع لما يروم المختارة. بيقول لهم سيا ان السيف ده محتاج حاجة واحدة. تضحية احد سكان عشرية التنانين. وبما ان اللي في ضحت بحياتها واخدنا السيف. فما حدش محتاج حاجة تاني. بيخرجوا كلهم من هناك. وبتكون البنت مبسوطة على الاخر. لانها مش تتحول لسيف. وهتفضل مع ماشي صاحبها. ريستا بتقول لها تاخد ماشي وخرجه علشان هتكلم سيها في حاجة. والدنيا بقى تريئة. بتقول له بعدها نعرف ان السيف اللي معاك ده مش سيف قاتل الشياطين. فالسيف الاصلي عنده طاقة اسطورية كبيرة عكس السيف ده. بيقول لها ان كلامها صحيح. بس هو عمل كده علشان يضمن ان محدش هيقرب من لولو بعد كده. ريستا طبعا بتتأثر من كلامه. وبتعرف وقد ايه طيب. بعد ما بيخرجوا من جوة الكهف بقى بيلوه مجموعة من المحاربين في انتظارهم. وبيقول لهم القائد انهم من قلعة القلعة. جايين علشان يطلبوا مساعدة سياه في هزيمة بوب. فبتسألوا ريستا عن بوب ده. فبيقول لها ان هو احد لور ده سيد الشياطين. هو ما سمعت كده يا صديقي. الدبانة اللي بتقريبك ونتقعد في البيت ديات هو نصات تاني. المهم ان بوب ده عملية للناس اللي في قلعة القلعة ويم يحتاجين مساعدته يعني علشان يخلصوا عليه. بيطير بعدها سيئة ورستا وبيروحوا على مكان الوحش علشان يرقبوا تحركاته. وبيلاو ان في عشي دبان ضخم جدا قدامهم. مليان بالوحش الطائرة. اقل واحد فيهم من المستوى تلاتين. وفي منهم على اقل ربعمية. فبي رايب سيئة الوضع علشان يعرف ازاي هيتعامل معاهم لحد لما بيجي الشيطان بوب. واللي على الرغم ان احصائياته مش قوية لكن سرعته عالية جدا يا صديقي. والتعامل معها هيكون صعب. في الوقت ده بقى بيكون في مجموعة من الفرسان مستخبين في الغابة. علشان يحاولوا يلعوا فرصة للهجوم على الشيطان ده. ولكن السهم بتاعتهم مش بتصيب جيش الدبان. بسبب سرعتهم الكبيرة. بوب بقى نوايه ضلية الفي البشر العاديين. لحد لما يظهر البطل. وبعدها بيمشي. بيفهم بقى سيئة ان ملك الشياطين بيحاول يستدرقه علشان يخلص عليه. وعلشان كده لازم يتعامل مع الواضع بحزر اكتر. فبيروحوا عند اللي فاضل من مجموعة الفرسان. علشان يقابلوا القيد بتاعهم. واللي بتطلع بنت كده اسماه رزلي. بتشكرهم رزلي على وصولهم وبتومروا الجنود والنوم يجاهزوا نفسهم. علشان يقتلوا مع سيئة. فبيجي المساعد بتاعها وبيقول لها النوم ما يقدرواش يعملوا كده. بالسبب الاضرار يعني. وبينصحها النوم يرجعوا للقلعة علشان يجهزوا الصفوف بتاعتهم. ويفهموا الوضع للبطل. بتقتنع رزلي بكلامه. وبيروحوا كلهم على قلعة قلعة المحصنة. بيقول لهم المساعدة انهم مش يتعرضوا لاي هجوم طالما هم في القلعة دي. فالقلعة مجهزة بكل انواع الدفاعات اللي ممكن تحميهم من الهجوم. لا حد لما يجهزوا سيئة للقتال. فبيقول له سيئة ان الدفاعات ديت مش هتعمل حاجة قدام جيش بوب. بالذات يعني انه بتفادى الهجمات بتاعت الرماة. فبيقول له المساعدة ان هو ما يقدرواش يهجوم على القلعة. علشان لسه ما يعرفوش مكان البطل. بالاضافة يعني ان سيد الحرب الاسطوري اقوى محارف في العالم موجود في القلعة. ومش يعرفه يقفو في طريقه. فبيسألوا سيئة طالما سيد الحرب قوي كده. فليعني ما انقذش العالم بنفسه. بيقول له المساعد ان في سبب بيمنع سيد الحرب ان هو يخرج من القلعة دي. وعلشان كده انا واخدك عليها. بعدها بقى بيوصل سيئة والباقين لغرفة الاجتماعات. وبيتجمعه مع ابا المحاربين. روزلي بتقول لهم انهم هيجمعوا كل القوات اللي معاهم. وهي وجومه مع سيئة ويخلصوا على بوب كارسة السماء. بس سيئة بيقول لها ان هو مش هيئات الحد. وانما هو هيمشى اصلا. البنت بتصدم كده وبتقول له انت سيبنا في نصر المعركة ولا ايه? ده احنا ما سدهنا ليناك يا عم. سيئة بيقول لها ان هو مش مساعد للتعاون مع الوحشي اللي بتطير بالسرعة دي. وعلشان كده هو حابب يتمرن لحد لما يقدر يقتلهم. بتقول له روزلي انهم لازم يروحوا يقتلوا جيش كارسة السماء علشان ينتقهم من الجنود اللي ماتوا. فبيقول لها سيئة ان هي السبب في موتهم. فلو ما كانش زمان في حدي فيهم مات. بيستعصب روزلي من كلامه وبتروح تضربه. ولكن سيئة بيسود ضربتها وبيديها كشاف. بيبوز وشاعة الاخر يا صديقي. البنت بتتجنن وبترفع سلاحها عليه. وبتقول له احنا مش محتاجين لبطل جبان زيك. انا هروح واخلص على بوب الوحدي. فبيقول لها سيئة انت احصائياتك قوية ايوة. بس مش كفاية علشان تقدر يتتغلب عليه. لو روحتي الوحدي هناك. فانت تموت يا الفاضي. فخليك هنا يا شطر احسن لك. بتهديهم ريستا بقى وبتقول لهم انه ما يغيبوا لساعة واحدة بس ويرجعوها على طول. بيوصلوا بقى لمملكة غيراندي. وريستا بتقول لي سيئة انه ما كانش ينفع يتكلم مع رزلي بالطريقة دي. فسيئة بيقول لها ان بسبب افعلها مات ناس كتيرة بدون داعي. علشان كده هو لازم يرفع من قوته. علشان يوقف المهزلة اللي بتحصل دي. بتفهم ريستا بقى رغم تصرفات سيئة الباردة لكنه بيحاول يحافظ على حياتهم. بيقول لها سيئة ان هو لازم يتضرب عند حد بيملك القدرة على الهجوم من مسافة بعيدة. وريستا الحصن حظاها بتكون عارفة الشخص المناسب. بيروحوا كلهم بقى عند الغابات العميقة. وبيقابلوا هناك ماتياس اسطورة الرماية. بتقول لها ريستا انها محتاجة مساعدتها. علشان تدرب سيئة علشان يتغلبه على كارسد السماء. فماتياس بتقول لها انها تقدر تعلم سيئة مهارة الخاصة بتاعتها. اسهم الضوء يعني. واللي بتقدر تصيب الهدف ما ما حاول ان هو يتفادى الهجوم. طبعا الواد بيوافق. وبعدها ريستا بتاخد ماشه ولولو علشان تشوف حد يضربهم. بيجي بقى سيريوس اللي لما بيشوفها بيخاف لا يكون سيئة معاهم. بس بتطمنوا ريستا وبتقولوا ان هو مش هنا. واللي هتضربوا يعني ماتياس اسطورة الرماية. فبيقول لها سيريوس انها لازم تاخد سيئة ويهربوا. لان من بعد ما مشي اخر مرة. ادل بتدور عليها علشان تقتله. فبتخاف ريستا كده من كلامه. وبتروح عند اريا علشان تساعدها. فبتطمنها اريا وبتقول لها ان مستحيل ادل تعمل حاجة لسيئة. وبتقترح يعني انها تضرب ماشه ولولو. لحد لما يخلص تدريب سيئة. فبتشكرها ريستا وبتروح عند غرفة ادل علشان تكلمها. ولكن لما بتوصل هناك بتلاقي ادل قدامها بشكل مرعب. بتسألها ادل عن سبب وجودها. فبتقول لها ريستا انها جات علشان تطمن عليها بس. ادل با ما بتديش لي كلامها اهمية. وبتسألها اذا كان سيئة جي معاها ولا لأ. لانها عاوزة تكلمه في حاجة مهمة. ريستا با بتقول لها انها جات لوحدها وسيئة ما جاش معاها. وهي جاية اصلا علشان تشكرها على مساعدتها ليهم. بعدها بتروح ريستا با عندي سيئة في الغابة. وبتقول له ما يخرجش من هنا علشان قدل ما تشوفوش. بيقول لها انت عبتها بنتي. ما يوقف عارك اصلا. بتخرج ادل سيفها با وبتستعد للقتال. وبتقول له انت فاكر انها سيبك تعيش بعد ما سبتني ومشيت. انا اعطاك دلوقتي. بتترعب ريستا وبتقول لي سيئة يهرب. بس سيئة بيتجعلها وبيروح علشان يواجه ادل. بيقول لها بطل العبط ده وروح يتهدي. علشان انا بتضرب دلوقتي. البنت ريستا با بتقول له انت بتعمل ايه عم? ده عاوزة تموتك. بس المفاجأة ادل بتهدى بعد كلام سيئة. وبتسيب على تسريعها وتبطيق اي حاجة تلمسها. فبتنبسط ريستا منهم جدا. لانهم كده هيكونوا قادرين على مساعدة سيئة في القتال. بعدها بيرجعوا كلهم على القلعة بعد ما باوا مستعدين للمعركة. ولكن لما بيوصلوا هناك بيلو مساعد روزلي بيقول لهم ان هي روحت عندك ريست السماء علشان تواجهه. فبيطمنوا سيئة وبيقولوا ان هو يتعامل مع الوضع. وبياخد ريستا والباية وبيروحوا على مكان القتال. بيلوه بقى في الوقت ده روزلي بيتحاول تدخل العرين الخاص بالدبان. علشان تقدر تواجه بوب. بيستغل بقى سيئة الموقف. وبيجاهز سهم الضوء علشان هيقدر يقتل بوب بضربة واحدة. بس روزلي ما بتاخدش في ايد بوب بسواني. وبيقدر يقبض عليها. كده حياتها في خطر. وفرصة ان سيئة يقتل بوب بقت معدومة. فبيقول سيئة انها تروح تنقذ روزلي وتشتت بوب بقدر المسطاع. او قبل يعني ما يجاهز اجمة كافية القتل بوب بالكامل. فعلا البنت بتروح وبتحاول انها تشتتو علشان ما يقتلش روزلي. ولكن بوب بيكون حاسس ان في حاجة غلط. فبيبدأ يطير بروزلي المكان عالي جدا. علشان ما حدش يعرف يصيبه. بيفضل يطير في الجو لحد لما بيوصل لفوق. وبكده ما فيش اي حاجة عتوصل لهنا. حتى الاسهم السحرية ما تقدرش تصيبه من الارتفاعة ده. بس ريستا مش بتفقد الامل في خطة سيا. وبتحاول تشتت فيه برضو. وفعلا سيا خلص الخطة بتاعته. بيظهر بعدها سهم الضوء ولكن بوب بيقدر انه يتفادى الهجوم. وبعدها ريستا بتقدر انها تمسك روزلي. بس دلوقتي بوب بيعارف ان سيا بيحاول يصطاده. بيقول له بعدها انا اسرع شخص في السماء. مستحيل حد يقدر يتغلب على سرعتي. بيهجم على سيا بوابل من السهم. ولكن بوب بيقدر يتفاداهم بكل سهولة. وبسبب الهجوم بيعرف مكان سيا. فبيهجم عليه بكل سرعته. ولكن فجأة بلا جسمه اتخرم. ايوة. سيا قدر انه يصيبه بالمهارة الجديدة بتاعته. بيخلص عليه. ريستا وروزلي لما بيشوفوا الموقف ده ما بيكونوش مسدين. هو زي اصلا قدر يفوس في المعركة الصعبة دي. بعد بما بتخلص المعركة بتروح روزلي وبتعتزل سيا على الضرر اللي تسببت بيه في المعركة. وبتقول له هتدي له حاجة علشان تساعدهم. بتعرفوا ان في درع اسطوري في اخر الغابة. قادر على تحمل القوى الخاصة بملك الشياطين. لو حصلوا عليها يساعدهم في المعركة. وهيخليك جمد جدا. طبعا سيا بشكرها على المعلومة دي. وبياخد ريستا والبقائين علشان ياخدوا الدرع بسرعة. ولكن لما بيوصلوا هناك. بيلووا المكان مدمر بالكامل. بيروحوا علشان يدوروا على ناجين يقدروا يساعدوهم. ولكن بيكون الضمان خلص على كل الموجودين. وفجأة بقى بيظهر قزم عجوز في المكان. وبيقول لهم اتمنى يكون حفل الاستقبال عجبكم. انا اسف نستعرف بنفسي. انا هو بال كارسة النهاية. وبما اني ظهرت ليكم فكده انتم هتموتوا على ايدي. بيستدعي بال احد الوحوش وبيخرج منه الدرع الاستوري. وحرفيا الدرع بيكون اتدمر. ما بقاش نفع خالص. بعدها بال بيقولوا ان هو دلوقتي يخسر الدرع والسيف. وما فيش اي سلحتان هيقدر يهزم ملك الشياطين. مهمته خلاص بقت مستحيلة. لازم يموت دلوقتي احسن له. بيرسم بالبا دائرة سحرية وبعدها بيطعن نفسه. وفجأ بيظهر شبح مرعب جدا قدام سيا. الشبح ده اسمه كارسة النهاية. ولما بيحاولوا يشوفوا احصائياته. بيلاقوا ان احصائياته اعلى حتى من انها تتأسب الارقام. سيا بيهجم على الوحش باقوى سحر عنده. ولكن ما فيش حاجة بتأثر فيه. ده شكله خصم مش هيقدر يتغلب عليه. الوضع على طول بيخلي ريستا تفتح البوابة وتنقله من هنا. وفعلا ريستا بتفتح البوابة وبيقدر يهربه بكل صعوبة. فبتسأله بعدها ريستا وبتقول له عن يعمل ايه? قدرات الوحش ده مرعبة جدا. شكله اقوى من اي حاجة واجهناها قبل كده. فبيقول لها سيا النهاية يحتاج الدرب اكتر علشان يقدر يتعامل مع الوحش ده. ولكن فجأة بتفتح بوابة قدامه. وبيظهر منها الوحش تاني. بتتصدم ريستا ان هو يدر يوصل هنا رغم حاجز الابعاد اللي بيحمل المملكة. وبتسأل سيا يعمله ايه دلوقتي. بس الوقت ما بيكونش عارف هيتعامل مع الوحش ده ازاي? ومش فاهم التصرف اللي المفروض يعمله. ريستا بقى بتترعب جدا. وبتقول له سيا مش عارف هم مال ميل لا يعرف يغلبه. احنا خلاص ما عادش لنا اعمل. ولكن فجأة بقى بيظهر الاساطير اللي في المملكة. وبيحاولوا انهم يوقفوا الوحش ده. بيجوموا على الشبح بكل قوتهم. ولكن كل ده مش بيأثر فيه. لسه بقى ريستا كانت هتكلم سيا بتلاقي جرا وساب المكان كله. ايوة. الجاري خلاص معادش نص الجدعانة بقى الجدعانة كلها صديقي. بتهرب ريستا والبقية مع سيا. والوحش بيجروا وراهم ومش رضي يسيبهم فحلهم. بيجوا الصورة ورا التاني علشان يوقفوه. ولكن مفيش حد قادر يتعامل معاه. بيوصل سيا بقى لحد قديل. وبيقول لها وقف الوحش ده وعملك اللي انت عاوزاه. البنت بتفرح جدا وبتروح علشان تواجه الوحش بالسيف الابدي بتاعها. بس حتى تاني اقوى مقاتلة في المملكة. ما يدريش يطعف قدام كارسة النهاية. في الحالة دي هت هنعمل ايه? بيقول لها سيا في الحالة دي لازم نروح عند الاقوى في المملكة. بيجروا كلهم لحد لما بيوصلوا عندها. ايوة. فالكيري بتتعصف جامل. بتهجم عليه بكل قوتها. ولكن كل هجاماتها ما كانتش قادرة عليه. بس لما بيجروا بتلاقي ان المهارات العادية مش جايبة مع نتيجة. بتكرر تستخدم اقوى مهارة عندها. وفجأة بتستدعي فالكيري افص حديدي. وبتحبس الوحش فيه. بعدها بقى بتدمره بالكامل. وعلى الرغم من ان المهارة دي تقدر تتغلب على الوحش. ولكنها تسببت في اصابات خطيرة جدا ليها. سيا بقى بتعجبه المهارات ديات جدا. وبيطلب منها انها تعلمه. فالبنت بتقوله ان المهارات ديات مش مهارة عادية. وعلشان تنفزها. لازم تقايد حياة المستخدم مقابل حياة العدو. فحتى هي مع كل المهارات بتاعتها. ما يدريش تتحمل رد الفعل الخاصة بالمهارة دي. فلو هو حاول يستخدمها اكيد هيموت لا محالة. سيا بقى بيقولها ان هو جاي علشان ينقذ العالم. وهيستخدم اي وسيلة علشان يقدر يحقق هدفه. بتعجب بالكيري عزيمة وبتكرر انها تدربه. بعدها بقى بتروح علشان تستريح من اللي حصل النهاردة. وبتلاقي سيريز بيقولها ان اشتار عاوزها تقابلها. بتروح عندها فعلا. وبتقول لها اشتار ان جيش سيد الشياطين تجمع على حدود قلعة اولغة. هيعمله هجوم شامل قريب. ولازم يستعدوا علشان تصدوا للهجوم. لان بعد الهجوم ده هيواجه سيد الشياطين. فبتشكرها على المعلومات دي. وبعدها بتجايز نفسها. بالفعل بعد يومين البنت بتروح علشان تشوف ماشي ولولو عمله ايه. وبتلاقي ان مهاراتهم ارتفعت بشكل كبير. وبالمستوى اللي هم وصلوا له ده. اكيد هيكونوا قادرين على قتال جيش ملك الشياطين. بعد ما بيخلصوا باب يروحوا عند سياء علشان يرجعوا لقلعة اولغة. ولكن ريستا بتكون الانة جدا. لان سياء ما قالش انه مستعد بالكامل زي ما كان كل مرة بيقول. لما بيوصلوا باب يلقوا جيش ملك الشياطين موجود على حدود القلعة. وكل الجنود من كده الطرفين على اهبة الاستعداد. والواضع في قمة التوتر. بعدها بيظهر قائد جيش الشياطين وباستعد البدء المعركة. بتفحص ريستا احصائياته وبتلاقي ان هو قوي جدا. فبتقول لي سياء يروحها لشان يساعد جيش القلعة على هزيمة الشياطين. فبيقول لها سياء اما مش محتاجين مساعدة مني. طالما هو موجود. ريستا بتستغرب كده وبتقول له انت توصد مين بكلامك. وانا بيظهر محارب كبير في السن. ولكن بيكون بين عليه الهبة. بيتقدم كده لطلاية الجيش بكل شجاعة. علشان يواجه قائد الجيش. بمجرد ده ما بيرفع السيب بتاعه. بيفتت قائد الجيش في سواني. كل الشياطين لما بتشوف قويته بيهربوا على طول. ولكن على مين يا حبيبي. المحارب ده بيستخدم سيف الضوء العظيم. وبضربة واحدة بيمحيهم من الوجود. وبعدها بيعلن النصر الجيش البشر. بس مين المحارب صاحب القوى المرعبة دي? ايوة. ما في شغل محارب واحد بس بالقوى دي. سيد الحرب الاسطوري. اقوى شخص في العالم. ريستا بها بتشوف احصائياته. وبتلاقي ان هو خارق للطبيعة. وتقريبا كده مساوي القوة سيئة. بيروح سيد الحرب بها وبشكر ريستا واللي معها على احميتهم للمدينة. وبسبب قويته بها بتطلب ريستا النوع ينضم معها في معركة سيد الشياطين. بس فجأة سيد الحرب بيتعب وبيقع على الارض. ورستا بتروح علشان تشوف ماله. ولكنها بتجيه النوع تحول لطفله صغير. وبتجي روزلي وبتاخد سيد الحرب اللي بيطلع نوع ابوها. بتقول لها ريستا النوع بعد ما قاتل جيش الشياطين. لقوا بالشكل ده. فبتقول لها روزلي اني ده اللي بيحصل لما سيد الحرب يستخدم قويته مرة واحدة. بتستغرب ريستا وبتطلب منها تفاهمها اكتر. فبتقول لها روزلي انها لو عاوزة تعرف الحقيقة. لازم تقابلها في القلعة علشان تفاهمها كل حاجة. لما بيروحوا بقى القلعة. بتسألهم روزلي عن مكان الدرع الاسطوري اللي قلت ليهم عليه. فبيقول لها سياني كارسة النهاية دمره. البنت ده بتضايق جدا. لان ده كان الامل الوحيد في انقاذ ابوها. فاخلال السنين اللي فاتت. كان سيد الحرب بيحارب جيش الشياطين. لحد لما يدري نوع يوصل للقلعة بتاعته علشان يخلص عليه. ولكن لما راحوا علشان يساعدوه. اتفاجوا ان هو اتحاول لطفل قبل ما يوصل حتى البوابات القلعة. حاولوا تروزلي وكل الصحران نوم يعالجوه. ولكن من غير اي فايدة. كان في لعنة خطيرة جدا في روحه. وهي اللي بتحاوله للشكل ده بمجرد ما بيستخدم كل قوته. وعلشان كده كانوا عاوزين الدرع الاسطوري علشان يستخدموه في ازالة اللعنة دي. فسياء بيقول لها ان هو مش محتاج مساعدة اي حد في مقاتلة سيد الشياطين. ولازم يركزه اكتر على حماية سكان القلعة. بعدها باب يروح سياء واللي معا علشان يقبله سيد الحرب. وده طبعا بعد ما رجع كبر تاني. الراجل بيقول لهم ان هو مش فاكر حاجة من بعد ما غلب جيش الشياطين. ولكنه لسه ناوي قاتل سيد الشياطين مع سياء. فبيقول له سياء ان هو مش عاوزه. لانه يعطله في القتال مسا اكتر. بيتضيق بقى سيد الحرب من كلامه. ولكن هو مدرك ان كلام سياء حقيقي. فبيكرر ان هو يكتفي بحماية القلعة وخلاص. ويسيف كل حاجة على سياء. فجأة بقى بيجي احد الحراس وبينها دي. وبيقول ان جي سيد الشياطين رجع تاني. معهم جيش اكبر المراضي. وشكلهم على وشك الهجوم على القلعة. بيكون بقى سيد الحرب هيخرج علشان يواجههم. ولكن سياء بيقول له ان هو هيهتم بالموضوع ده بنفسه. بياخد ماشي بقى ولوله معاه. وبعدها بيمشي من المكان. بتروح بعدها رستا تتمشى مع سيد الحرب كده. وبيقول لها انها شخصية مميزة جدا. فعلى عكس البشر العاديين. الاساطير والابطالة وحصلهم حاجة في العالم ده مش هيموته. لان ارواحهم الاصلية موجودة في مكان سري بيحميها من الفناء. لحد يعني لما تخلص مهمتها. واخلال المعركة الاخيرة ما بينه ما بين سيد الشياطين. الشيطان عرفوا ان هو جاهي السلاح خاص قادر على تدمير الروح الاصلية الخاصة بالاساطير. علشان يضمن يعني ان هو يسيطر على العالم ده. بتتفاجه رستا كده من كلامه. وبتسأله زي يعرف المعلومات ديات كلها. فبيقول لها سيد الحرب. لان الشيطان هو اللي قلل المعلومات ديات بنفسه. وفجأة بيخرج سلاح بتخرج منه على شيطانية مرعبة. وبيكون داوة السلاح اللي بيدمر الروح الاصلية. رستا بتتفاجه جدا وبتسأله عن سبب وجود السلاح دمعاه. فبيقول لها ان هو اخده من سيد الشياطين علشان يخلص عليهم دلوقتي. بيهجم بها سيد الحرب على رستا بالسلاح. وبيقدر انه يسبتها. البنت بتترعب جدا وبتسأله ولي عاوز يقتلها. فبيقول لها علشان ازبط ولائي الملك الشياطين. فبعد ما شفت قويته الكاملة في المعركة الاخيرة بتاعته. ادركت انه مستحيل يقدروا يتخلصوا منه. وعلشان كده انا بساعده علشان يحافظ على المملكة بتاعتي من الضمار. بيجهز بعدها بقى الهجوم بتاعه. بيكون خلاص هيقتل رستا. ولكن انت متخل انها تموت وسيح موجود في المنطقة صديقي. لا والله. بوم البطل بيوصل في الوقت المناسب وبينخز رستا. بيستغرب سيد الحرب كده وبيسأله ازاي يعرف ان هو يقدر بيهم. فبيقول له سيح علشان قصتك ما كانتش مقنعة. فازاي يعني سيد الشياطينة يسيب شخص بقويتك لسه عايش. مفيش باغير حل واحد بس. انه سابك علشان قرر يستخدمك لقتلي. فبيضحك سيد الحرب كده وبيقول لسيح بما انك عرفته كل حاجة فما فيش داية علشان استنى اكتر من كده. بيطلع سيد الحرب حبه بها وبيأكلها. وفجأة بتخرج منه طاقة جنونية جدا. بترفع من قويته. وبيهجم على سيدها بكل غباء. بيقدر ان هو يصيبه اصابات خطيرة. فبيفهم سيح ان المرادي لازم يتعامل مع الوضع بشكل جد اكتر. وبيطلع اسقال من دراع وبيفضل يرميها. علشان يخفف وزنه ويقدر يقاتل سيد الحرب بكل قويته. بيطلع اقوى اسلحته وبيعززها بالكامل. وبيهجم عليه كل غباء. سيد الحرب بيهجم عليها كمان بكل شراسة. وما حدش مدي فرصة للتانية علشان يريح. رئيس تبقى بتكون مش قادرة حتى تشوف الهجمات من سرعتها المرعبة. وسيد الحرب كان عمليم دحسية. بيقول له انت طلعت افضل ما انا متوقع. بس دلوقتي. جي الوقت علشان اخلص عليك. وفجأ سيد الحرب بيهجم على سيح وبيقطع دراعه. سيح بيقع على الارض من كتر النزيف ما بيقدرش يتحرك. سيد الحرب بيستغل الفرصة دياته بيهجم عليه بكل قويته. ولكن تفكر ان الوقت هيسيبه. لا يا والله. سيح هو كمان بيهجم عليه بالسيف التاني وبيقطع دراعه. سيد الحرب بيهجم عليه بالقفضة التانية علشان يخلص عليه بس المعركة خلصة صاحبي. سيح بسيف النار بتاعه بيخلص عليه. ايوة. كده خلاص الوقت انتصر. بعد ما ريستة بقى بتعالج دراع ريستة المعطوعة. سيح بيقول لها تروح تعالج سيد الحرب. بيقول كمان لرزلي تروحته ادعه بما يموت. وبتزعاله رزلي وبتقول له الراجل ده مش ابوه يا. ده خاين بحياته لسيد الشيطين رغم كل اللي عمله في البشر. بمجرد ما بتخلص كلامها سيح بيدي لها جوس كشفات كده بيرجعها لو عيها. بيقول لها الاعتب ما بينفعش غير لما الواحد يكون عايش. فاستغل اللي فاضل معك بقى علشان تودعيه. بعدها سيد الحرب بيعتزر لبنته على العمله. وبيقول لها انه كان عاوز يحميها مش اكتر. كان نفسه يحمي اهل القلعة بتاعته. وما كانش عاوز الموضوع ينتهي بالشكل ده. فبتتأثر البنت بكلامه وبتروحته ادعه للمرة الاخيرة. وبعدها الاب بيموت. بيعدي بها يومين على المعركة دي. وخلال الوقت ده بتكون روزة اعلانة موت سيد الحرب بسبب سنه. اصبحت المسؤولة عن القلعة. وسيابا كان بيعالج اصاباته من المعركة الاخيرة وبقى كويس. بيذكرهم سيابا على مساعدتهم خلال رحلته. وبيقول لهم يتفسحوا في المدينة قبل ما يقتلوا سيد الشياطين. فبينبسط الكل وبيروح على المدينة علشان يهيصوا. ولكن لما بيرجعوا بيلاقوا ان سيابا اختفى ومش موجود في المكان. ريستا بتدار عليه في كل حتة. ولكنها مش بتلاقي نهائي. فبتخاف انه يكون راح يعمل حاجة خطيرة. وبتروح عند اشتار علشان تساعدها. بعدها بيقابلوا اشتار في شجرة الحال خاصة بالمملكة. وبتقول لها انهم لما سابوا سيابا راح علشان يواجه سيد الشياطين بنفسه. فبتقول لها ريستا ان ده مش منطقي. لان سيابا مش ممكن يعمل شيء متهور زي ده. هو في العادي بيكون حارس جدا قبل ما ياتل اي حد. بالاضافة يعني ان سيد الشياطين بيملك السلاح القادر على تدمير الروح الاصلية. وكده الواد ممكن يكون في خطر ويموت نهائي. فبتقول لها اشتار علشان كده هو راح علشان يقتلوا لوحده. علشان يضمن ان ما حدش فيكم هيتعرض لاي ضرر. ريستا بتقول لها اكيد لا يعني سيابا شخصي بارد ومش بيهتم باي حد. مستحيل يعمل حاجة زي كده. فبتقول لها اشتار ان ده اللي كانت هي فكرة. بس في خلال الفترة اللي فاتت كان سيابا يحاولوا ان هو يحميكم قدره المستطاع. وعلشان كده كان بيعملكم بالطريقة دي. ريستا بتقول لها طب في الحالة ديات ما رحش ليه علشان يتضرب زي كل مرة ويرفع من قوته. هنا بقى بتعرفهم اشتار الحقيقة. وبتقول لهم انه يوصل لاعلى قدراته. حتى قبل ما يدخل عشرة التنانين. واخلال الفترة اللي فاتت دي. حاول بس ان هو يرفع قوته ولكن من غير فايدة. وعلشان كده قرر انه يتعلم مهارد فالكيري. وبيقاتل سيد الشياطين لوحده دلوقتي. علشان ينقذ العالم. وحتى لو هو مات. فهو ما عندوش مشكلة. بتفضل ريستا بقى تعيط. وبتقول هو اللي عاوز يحميها بالشكل ده. دي مش معركته لوحده. فبتقول لها اشتار. ان هو بيعمل كده علشان يسدد دينا دي ما قادرش يسدده. وفجأ بيظهر مجموع عن المغامرين. بيكونوا موجودين في الغابة ومعهم اريا. سيا بقى بتستغرب. وريستا بتسألها عن سبب وجود اريا وسيا هناك. فبتقول لها اريا. ان دي ذكرياتها في احدى العوالم اللي كانت مسؤولة عنها. وفي العالم ده. اختارت سيا كبطل علشان ينقذ العالم. ولكن خلال رحلتهم. كان سيا مش بيهتم باي حاجة غير القتال والمغامرة. وعلى الرغم يعني من تهوره. لكنه كان بيلاي طريقة علشان يكسب بها المعركة. لحد لما بيكون بها فاضل بس انهم يغلبوا سيد الشيطين. وينقذوا العالم ده. وفي المعركة الاخيرة بيقدر سيا النوع يخلص على الشيطان. الكل ساعتها باكن وفرحانين ان المعركة انتهت خلاص. ولكن فجأ بيزر سيد الشيطين قدامهم بعد ما بتتجدد كل وصاباته. بتحاول اريان انها توقفه. بس الوحش بيكلها. مش بيفضل غير سيا بس والمعالجة بتاعت الفريق. سيا بيسألها ازا كانت تقدر تعالج اصاباته. بس معلأسف بتكون استهلكة كل الطاقة اللي عندها. بيرفع سيا اسلاحه بها علشان يحارب ملك الشياطين. وفجأ. الشيطان بيهجم على المعالجة. الواد بيحاول يوقفه. ولكن سيا بيكون ضعيف جدا ومش قادر عليه. بيحاول يرفع سلاحه ولكن برضو مش قادر. بيفضل يعيط لان الفريق كله مات بسببه. وما كانش عاري في عمليه. بتوقف اريا بقى الزكريات اللي تقطع القلب دي. وبتفضل اريا تعاتب نفسها علشان هي السبب في فشلهم في المهمة دي. فلو كانوا جمعوا علومات اكتر. كانوا قدروا يتغلبوا على الشيطان ده وينقذوا العالم. وفي اللحظة دي بتنهار ريستة من كتر العياط. ومش بتكون عارفة مالها. فبتكشف لها اشتري الحقيقة. وبيطلع ان ريستة هي المعالجة اللي مقدرش سيا يحميها. واللي بسبب تضحياتها والحاجات اللي عملتها في العالم بتاعها. بقت اسطورة الشفاء وفقدت ذكرياتها عن العالم ده. بتفهم به ريستة اخيرا كل حاجة عن سيا. وبتعرف وكان ليه بيعملها وحش. مش علشان هو بيكرهني لأ. ده علشان مش عاوز اللي حصل يتكرر تاني. بتطلب ريستة به ناط روح علشان تساعد سيا في المعركة. وبتقول انها ما تقدرش تسيبه بعد كل ده. اريا بتحاول توقفها. ولكن البنت بتكون مصممة انها تروح. فاشطار بتفتح لها بوابة لما كان سيد الشياطين علشان تروح عنده. ولما بتوصل هناك. بتلاقي سيا بيتقاتل مع سيد الشياطين بكل قوته. ولكن ما فيش اي فايدة. فبيضطر ان هو يستخدم مهارة فالكيريا علشان يخلص على سيد الشياطين. والمهارة بتشتغل فعلا. بتبدأ تقطع في سيد الشياطين وبتكون على وشك انها تقتله. بس الشياطين بيكون لسه بيقاوم ومش عاوز يموت. سيا باب يطلع سيف العالم السفلي وبيرشوه في دماغه لحد لما بيخلص عليه. وبكده اخيرا الحرب خلصت. ولكن بسبب المهارة بيبدأ جسم سيا ان هو ينزف من كل حتة. وريستة بتحاول انها تعلقه ولكن ده ما بيكونش كافي. فبتضطر البنت انها تستخدم كل قوتها علشان تنقذه. وفعلا على اخر لحظة بتقدر انها ترجعه من الموت. بانبسط بعدها الكل لان كل شيء انتهى. وخلاص بيكونوا هيرجعه. ولكن فجأة بيظهر سيد الشياطين من البوابة. بيقول لهم انتم فاكرين ان انا عامش لوحدي. انتم هتيجوا معايا. بيخرج كورة الطاقة عظيمة جدا. قادرة على تدمير الكوكب. فلما بتشوف رسا الهجوم بتيقس جدا. وبتفكر ان دي النهاية. ولكن سيا مش هيتقبل ان دي تكون النهاية يا صديقي. بيستجمع كل قوته. وبيستخدمها علشان يخلص عليه تاني. بيستخدم نفس المهارة تاني. وبيحاول سيد الشياطين ان هو يهرب من المهارة. ولكن على مين? ده سيا جامل التنين. بيخلص عليه. وبكده سيد الشياطين بيختفي من العالم بالكامل. بعدها بقى المهارة ديت بتكلم سياه وبتقول له انت استخدم تقاضي الاعدام مرتين. ولازم تدفع التمن. بيبدأ جسم سياه يتدمر بسرعة كبيرة جدا. ورسا بتحاول انها تعلقه. ولكن علاجها مش كافي. بتحاول رستا بكل قوتها انها تنقذه. ولكن برضو مش عارفة. سياه بقى في الوقت ده بيوقفها وبيقول لها. مفيش داعي الكل ده. اخيرا المرة ده انا قدرت احميكي. وبعد ما بيخلص كلامه. جسمه بيتفتت وبيموت من المكان. رستا باهية كمان كانت منهارة جدا. وعمالت عيض بطريقة هسترية. وبكده بقى صديقي بتخلص الحكاية للصورية بتاعت سياه. اللي الناس هتفضل تحكيها اللي مات السنين. بعد ما بينتهي كل حاجة بقى بتروح رستا تودع الكل. لان ملك الشياطين انتهى والعالم تم انقاذه. بيشكرها الكل على مساعدتهم. وبيوعدوها ان هما يفتكروها للابد. بترجع بعدها للمملكة بقى وبتكون حزينة جدا. لانها على الرغم من انها انقذت العالم. خسرت سياه للابد. بتفضل في الحالة الصعبة دي. لحد لما بتيجي اريها وبتقول لها ان اشتر عوزاها. ايوة. عوزاها في موضوع مهمة جدا. لما بيوصلوا هناك. اشتر بتقول لها انها خليفة قواعد مملكة برندي. علشان كده هيتم معقبتها بارسلها لانقاذ عالم من الفا اس اس. واخلال وجودها في العالم ده مش هتقدر تستخدم قدراتها. فبتقول لها اريا ان المهمة ديات مستحيلة. العالم ده تدمر بالفعل. محدش هيقدر ينقذه. فبتقول لها اشتر. علشان كده هتديها المحارب المناسب. ايوة. بتديها ورقة البطل بتاعها. واكيد انت عرفت مين ده صديقي. هو هو مفيش غيره. سيا. هو الوحيد اللي هيقدر ينقذ عالم زي ده. بتشكرها ريستة بها. وبتروح علشان تبدأ المغامرة الجديدة بتاعتها. وكانت في قمة السعادة. وبس الحد هنا بتخلص الحكاية بتاعتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لنا في التعليقات. وما تنساش اللايك والاشتراك يا عم. ويلا. سلام سلام. سلام.